اهلا و سهلا و مرحبا بكم مرة اخرى فيديو جديد نتمنى ان نشارك معكم انا وليدتي تشيز كيك بمدق المخيط بطريقة سهلة و بسيطة و بمكونات المتواجدين ستحضره تشيز كيك ولا ألد بمدق منعيش في هذا الحر بصراحة هذا الفيديو كان سبق لي خدمتهم من قبل يعني ماشي حاليا ولكن ما بغيتش نحطه لكم ولتحتى يكون الجو سخون باش تجربوه في هذا الوقت هدي ديال الحر نتمنى الله فيديو اول حاجة تعجبكم لا تنسوني شمالي اللايك دعيكم و التعليق دعيكم و بمشاركة الفيديو مع احبابكم و مع اصحابكم سنخليكم كمال عادة مع لوحة المقادير باش ديروا لاس كرين و تحتفظوا بها و اندزوا نشوفوا الطريقة مع بعض موسيقى فعلى بركتي الا اول حاجة نأخذ تقريبا 15 الورقة ديال النعناع كنغسلهم جيدا نحيضهم العرش ديالهم نغسلهم و نخليهم يستقطروا و ثم نوضعهم على جنب نأخذ ثلاثة ديال الحمضات كنأخذ العاصر ديالهم فقط ثم نحصل على تقريبا كأس قل 4 ديال الحمض هنا ممكن استعملوا تلك كأس كامل كيبقى لكم الاختيار و اي نوع استعملته ديال الحمض فكينفع معكم ثم نضح كل شيء مع بعض ثم نضح صفايا و نضح جوج كؤوس و نقسم الخاليط على قسمين بالنسبة للخاليط ركعتكم تقريبا 500 ملي ديال العسير المخيته او لا ممكن يوصل 250 ملي لتر او لا 250 جرام يعني كيبقى لكم الاختيار الاهم هو ان هاد الخاليط قسموه على جوج القسم الاولى غد نوضعه في كاسترول غنضيف لها جوج معالق كبار ديال الميزانه او لملعقة كبيرة و نصف ديال الميزانه و غد نخلطهم مزيان مزيان و نضحها على عافية حتى يتسقل هنا ما ضفت لازكار لاوالو لان ما زال غنستعمل حليب مركز في الكريمة فما بغيتش انني نضيف شي حاجة اخرى هنا بالنسبة للخاليط رضفت له كدلك شوية ديال السيرو ديال النعناع باش يعطيني اللون و يعطيني كدلك النكهة تقريبا من جوج معالق 3 ثلاثة كيبقى لكم الاختيار فقط كيعطيها اللون و كيعطيها نكهة اكتر غدي نوضع الخاليط على عافية كما قلنا حتى كيتقال و كنصبوه في صحل و ثم كنغطيه او كونتاكت يعني كنغطيه بالبلاستيك غذائي مع ملامسة السطح دياله باش هكما كيكووليش ديال القشرة اللي كتكون الفوق هذا فقط كيكون كاتو جيد كنجدوه نحطوه في المجمد من الاحسن باش نجدوه بسرعة ندوسوا دابل الطبقة الاولى ديال التشيزكيك ديالنا اول حاجة كنناخدو البسكويت اللي بغيتو يكون سادة يعني عادي كنطحنوه و كنضيفوه لي خمسين جرام حتى الاولى مثلا يعدل جوج مع القكبارين ديال زبدة دائبة كنسبسوا الخاليط مزيان و كنجيبوه سواء كنديرو ايطار على صينية و كنبدوه بحلي كنضغطو عليها باش كتسوا السطح ديالها او كنجيبوه إذا كنتوا تقطعوها اما إذا كنتوا تقدموها مباشرة فجيبوه السحل اللي غتقدموه فيه و ايطاليو فيه مباشرة حطوه فيه تشيزكيك ديالكم مع الايطار مباشرة او ممكن ديروها في القلب كيبقى لكم الاختيار المهم من بعد ما كنضغطوه على طبقة الاولى ديالتنا كنحطوها جانبا و كنضغطوه نجدو الطبقة الثانية طبقة الثانية كنحتاج فيها 300 ميلي او 250 ميلي ديال الكريمة عندكم الاختيار بغيتوها طالعة ديرو 300 ميلي بغيتوها شوية ديرو 250 كيبقى لكم الاختيار ما يعادي الكأس واحد كبير كنحتاج نستلي او الحليب مركز محلة بالنسبة الاخوات لي ما عندو مشو بغيو طريقة سهلة باش يوجدوه هو انكم كتاخدو الخلاط الكهربائي كتدعو فيه خمس عفوا ملاعق كبيرة ديال الحليب بودرة مع خمس ملاعق كبيرة ما تكونش عامر ديال السكر او لاربع يكونوا عامر ديال السكر مع كأس ديال العنباء ديال الحليب و كنتحنوهم مزيان ممكن تدعوهم على عافية ثم تخليهم يبردو ممكن تدعوهم تدعوهم مباشرة كيفما خدمت بهم انا خليتهم يتخلطون مزيان 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 في نفس الوقتها انا كنت كنت طلع الكريمة حتى تقولي عندي دمي موطة يعني تقريبا النص طلع ما كنت طلعوهاش كاملة و غاد نخليها على جنب الكريمة و غاد نجيب هنا الجبن بالنسبة هنا الجبن ره ممكن تستعملوا اي جبن عندكم انا كنفضل انكم تستعملوا الماسكربون او لا تستعملوا شي جبن اللي يكون ما فيهش الملحة او لنسبة الملوحة لكن انا هدا كانت توفر عندي فاستعملته فك هادي نضيف العلبة كلها اللي عندي ديال الجبن و غاد نرجع نخلط و كذلك غاد نضيف داك الخليط اللي كنا سبقنا وضعنا في المجمد باش يتماسك او لباشي برد لانه كان دجا متماسك غير باشي برد فغاد نضيفه الخليط ديالي و غاد ندمج كل شي مع بعدياته حتى نحصل على خليط اللي كيكون من ساجم و في نفس الوقت او انا كنضيف بالتدريج لحليب المركز المحلة كما سبق لي و قلت ممكن تستعملوا الجاهل هذا اللي اعطيتكم راه نفس الوصفة دائما كأس واحد كيكون كافي بالنسبة للحلاوة و عندكم ميزانكم ممكن تخلطوا وضيفوا الحلاوة اذا قلتوا انا مازال محتاجين محتاج الكريمة مازال محتاجة حلاوة اكتر فكأس صراحة كديبي حلاوة معتبرة هادي نخلط هاد الخليط مزيان مزيان حتى يندمج و نخليكم مع صوت الاصلي ديال الوصفة قوام خطير قلت لا نحرمكم من هذا اللقطة هدي لان ارغمهم بعد ما ارغمتها بقيت بحل مهووسة بدك المداق ديالها بعد ما ساليت سنجيب الطبقة الثانية سنوضحها على الطبقة الاولى ايطاليا سنسرحها حتى نحصل على سطح اللي يكون متساوي و ندخلها للتلاجة كما سبق اللي راكتشوفو انا لابسة ريكو مليدي لان انا كنت سيبتها في الجو كان بارد ماشي كان سخن ولكن سراحة را خليتها و سنشاركها معاكم حتى يستخن الحلق انا فغموا واحد الحاجة اللي هي زوينة زوينة بزة والبنات اللي دقوها را غيعتكم تعليق غيحتهم اسفل الفيديو سنوضعها في الجن بعد ما ساليت طبقة الثانية و ندوزو نشوفو الطبقة الثالية سوف نضع الكأس اللي احتفظنا به من قبل من خالط المخيطه و نضيف لي هنا السيرو في الاول صراحة كنت ضفت فقط جوج معلق لكن في الاخر لقياس انها مازال محتاجة فضفت لها ثلاثة معلق اخرين بلا هادوك يعني على حسب النسبة للحلاوة فهنا بنسبة السيرو اذا كان عندكم حلو فتحتاجوا فقط ديرو غير ملعقة واحدة تكون كافية انا بنسبة لي كان عندي هات السيرو زيغو سيكخ يعني ما كانش في سكا فأنا نضيف ثلاثة اولا جوج مع الكبارين ديال السكر زائد ملعقة كبيرة ديال الميزينة و كيس ديال الفلون يعني كنديرو غير ملعقة واحدة ديال الميزينة و كيس ديال الفلون ديال الفلون عادي ديال درهم ديال الفاني ممكن استعملوا اين كها بغيتو او البستاج اللي بغيتو كندعوها على عافية غير كي بدك يسخن كنزولوه مباشرة و كنجيب ملعقة دائما هالطريقة كنوريها لكم من كنديرو الطبقة الثالية دائما انا كنديرو ملعقة بشاكة ما كنزلش على يحفر لنا الطبقة الثانية لانا ما كتكونش جامدة ممكن نديرو هاد جمد و ممكن تقدموها كغلاس راكي يجي فن كي يجي رائع بزاق مهم غادي نحاول اناني نوصل لطبقة الثالية الجاميع و نحطف تلاجة جميع الجوانب كما كتلاحظو انا راكتشوف هاد شقات هنا يراحيت ولادي حركوها ماشي هي لولادي واحد كي يستقف لاخره ماشي انا راها دي ولكن غادي تلاحظو معي ان دك تشقيقها اللي فيها ما غاديش تبان فيها نهائيا نهائيا عفوا فانا من بعد ما وضعتها في تلاجة فهم بغين يجبتوا العاصر لانا كنت حطا في واحد الرف فحركوها ميلوها شوية هي كانت يلا بدتك تتماسك فخسروها شوية ولكن ما عليش لانا صراحة ما تعصدش لانا عارفة غادي فقط فلا ديكوغاسيو ما غاديش يبان دك ديفو نهائيا وغا خليكم مع تزيين هذا فقط بالنسبة الاخوات اللي دائما كيقولوا لي ما كتشاركيش معنا الطريقة التزيين فصراحة كان خلي تزيين على حسب كل وحدة كيفاش كتبغي تزيين بطريقتها الخاصة لكن اليوم قلت غادي نشارك معكم ما غادي نردتها لك شفو جهك ها غادي نشارك معكم الطريقة وكيفاش غادي تشوفوا بانا حتى ذك انها تشقات ما بقاش باين كيما كتلاحظوا قطعت قطعت قطعة رقيقة رقيقة بززاف ديال الحامض وخديت أوراق النعنع خديت الكبارين حطيتهم أباق بو حديتهم وخديت صغارين حطيتهم على جنب بو حديتهم فغادي نصف ديال هاد القطع ديال تشيز كيك غادي نوضع له حامضة موقفها في الوسط ديال ديك الكريمة الكريمة هناك فقط كتوضيح نفس الكريمة اللي كانت عندي غير خديت منها شي شوية حطيتها فلابو شادوية اللي انا ندرتها غليظة فاخديت واحدة الكمية تقريبا 1-50 ميلي ديال اللي كانت طلعتها فاخديت منها شي شوية حطيته فلابو شادوية او اللي جيب الحالواني للتزين والشي الاخر ايطاليته في القلب ديالي او في الاطار ديالي كيما كتلاحظوا الطريقة التزين كانت تبقى دائما لحسب الرغبار ممكن ديروا شوية ديال الحبوب بالبافو غايجوز بو نين ممكن تخليوا تبقوا في نفس لوتام في نفس نموذج اللي كتخدموا وهو اللي هو المخيطو واللي هو عبارة عن خليط من الحامض وبين النعناع فنبقوا في نفس القوام وهنايا غدي نخليكم مع صور صراحا نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم كيف ما قلت بقلي وقلت راه ممكن انكم تخدموا غير الكريمة وتتعملوها كشكل غلاس فكتجي فنة وما تشبعوش منها كيف ما ممكن انكم تديروا جيلاتين ديروا جوج اوراق الجيلاتين وتحطوهم على عافية ميلي مع شوية ديال المم بعد ما يرتابوا وتخليوهم حتى يضبوا وضيفوهم الكريمة قبل ما تديروها ك طبقة ثانية باش ديكم قابطة مزيانة لا تحتفظوا بها فوق المائدة ديالكم مدة طويلة كيف ما العدا غا نخليكم نخليكم لا فيديو الجاي ان شاء الله ونخليكم انتمنى انكم تخلووا لي تعاليق ديالكم اسفل الفيديو الى اللقاء في موزقة اخر ان شاء الله مع السلامة